السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصراط والسلام على رسول الله مفاجأة مدوية لجمهور الأهلي الأهلي يقترب من التوقيع مع يحي عطية الله وزين الدين بالعيد وعلي معلول يرفض الانتقال لنادي بيرامنز أستاذ لك يا صديق العزيز لا تنساش تعمل لايك للفيديو وشيرد الفيديو في كل مكان لا تنساش تشارك في قناة اليوتيوب وتفعل الجراشة مصرحة كل جديدة وتعمل فرور صفحة الفيسبوك الأهلي عنده مشكلة في الباكليفت تقول لي عنده مشكلة ازاي وفي علي معلول اقول لك طبعا هكرر الكلام اللي بقوله للمرة المليون علي معلول هو أفضل مدافع داخل قارة عفوا أفضل باكليفت داخل قارة أفريقيا بلا منافس ولكن زي ما بقول برضو عامل السن وسنة الحياة ده طبيعي طبيعي ان علي معلول انتاجه ما بقى ازاي زمان مجهوده ما زي زمان اصاباته أكتر من زمان العامل البدني عنده أكيد أقل ده طبيعي فالأهلي بيحاول ان هو يعمل جبهة يسرى ويمنى في النادي الأهلي ناريتين طبعا شفت عمر كمال عبد الواحد شفت أحمد فتوح مع منتخب مصر عميني ازاي دول ما يتحسبوش ان هم بكين دول يتحسبو ان هم ونجين وفي نفس الوقت عندهم قدرات دفاعية قدراتهم الدفاعية مش زي قدراتهم الهجومية عشان يكون صراحة يعني ما تتفاجئش لو قلتلك ان محمد هاني قدراته الدفاعية أعلى من عمر كمال عبد الواحد ولكن عمر كمال عبد الواحد قدراته الهجومية أعلى محمد هاني و احمد فتوح ايضا قدراته الدفاعية مش بنفس قوة قدراته الهجومية الاهلي مركز مع احمد فتوح وعمر كمال عبد الواحد عشان نكون وقعيين عمر كمال عبد الواحد هي الصفقة الاسهل للنادي الاهلي في موسر الانتغرات الشتوية وبنسبة كبيرة الصفقة خلاص طبق خلصت يعني ولكن تتبقى علامة استفهام كبيرة جدا على من هو خليفة علي معلول في مركز الباكليفت في النادي الاهلي اسماء كتير تم طرحها سواء داخل نادي الاهلي او خارجه او لعيبة معارب للنادي الاهلي اللي قال لك نرنكع محمد اشرف اللي قال لك كريم الدبيس هو خليفة علي معلوله هنديله الفرصة وهو اللي يكمل اللي قال لك هنجيب احمد فتوح واحد تاني قال لك لا محمد حمدي ولكن النهاردة قرأت خبر يعني كان قوي بالنسبة لي مما كان محترم يعني من احد المصادر المحترمة تعفيني مش واجب لكم اي اخبار وخلاص بيقول ان كولر اعطى الضوء الاختر لبداية الاتفاق معه يحيى عطية الله تعرفين يحيى عطية الله باكلفت متميز جدا 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 من البكات المحترمة والبكات العصرية والبكات المتميزة جدا 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 في مركزها يحيى عطية الله باكلفت نادي الوداد المغربي 28 سنة طوله تقريبا 114 او 116 سنتي بيلعب في الجابهة اليسرى وايضا عنده قدرات هجومية عالية جدا زي القدرات الدفاعية ولعب مطلوب في كذا نادي سواء اوروبي او غير نادي الوداد يعني يمكن هو عامل السن شوية يعني هيكون اعتقد ممكن يكون عقبة في طريق هذه الصفقة ان يحيى عطية الله يعني باذن الله في مارس الجاي هيتم 29 سنة الوقت عن 28 ولكن في كلام تاني بيتقال انه لا يجي الاهل يدي سنتين تلاتة لغاية ما الاهل يشوف حد تاني غيره وممكن الاهل يجيبه ويجيب حد تاني تحته اصغر في السن شوية ويؤهله كلام ده اللي بيحصل لان محمد حمدي خلاص يعتبر جدد لبرمت ستلس سنين اخبار بتشير بقوة للموضوع ده واحمد فتوح ما عندوش مشكلة طبعا يروح الاهلي ويتمنى يروح الاهلي ولكن مشكلته الوحيدة انه حتى لما قلتلكم قبل كده ان هو كان ماضي مع الاهلي اصلا او مضى مع الاهلي اصلا من كذا شهر كمان على اللي هي مذكرة التحاء او اللي هي حاجة بيسموها زي نعم اللعب يكون عايز روحنا ده معين بيمضيها وقلتلكم كمان ان فيه كلام قوي ان هو كمان خد مكافئة توقيع لكن احمد فتوح جيه مش هقول له غير كلامه مع قدرة الاهلي ولكن قال لهم انا عايز مبلغ اكبر قالوا له احنا عندنا فئة اولى اعلى حد فيها بياخد خمسر او ستصر مليون جنيه كلاعب مصري فقال لهم لا انا عايز فلوس اكتر من كده فدي اعتقد العقبة اللي موجودة وممكن العقبة التانية كان هو ومحمد حمد اللي اتنين تقريبا لانوا نفس الكلام احنا عايزنا نجي نلعب اساسي فيفضل ان الاهلي ما يجددش مع معلول او معلول يعتزل دي احد شروطهم ولكن الاهلي قال لهم لن يعني تملوا علي شروطكم يعني محدش هيوملي على الاهلي شروطه ولكن دي اعتبروها طلبات مثلا فبدأ الاهلي وكودر يفكروا في باكليفت تاني فهو كان الارب يحيي عطية الله لعب متميز جدا بيلعب منتخب المغرب اه مش دايما اساسي لان اكيد مزراوي هو الاساسي كباكليفت وباكرايت هو حكيمي ولكن لو مزرور مش موجود يا حياتي اه طلب دايما موجود اه متميز جدا لعب ممتاز اه اعتقد قيمة التسويقية تكتصل لتنين واربعة من عشرة مليون او اتنين وستة مر عشرة مليون اتأكد لك اه اتنين واربعة من عشرة مليون اه يورو اه فده يعني اعتقد الاهلي اه يقدر عليه بإذن الله اه ولاتب بتاعه برضو ايضا مش كبير فانا شايف انه صبقة قوية جدا جدا النادي القالي وكنت بتكلم عنها من اربعة خمس سينة ايما كانسة عن 23 سنة وكل سنة بتكلم عنه يعني فهنشوف الفترة الجاية اللي ممكن يا حسن الكلام التاني برضو يعني بس يمكن الكلام ده اضعف شوية من الاولاني يعني الكلام بتاع يحي عطاية الله كان المصادر اعتقد اقوى شوية لكن الكلام عن زين الدين بالايد زين الدين بالايد فدح علي الكلام قبل كده انه ممكن يروح الاهلي اه وقيمة فسخ اه يعني عقد شرطه الجزائي ستمية خمسة وسبعين الف دولار فالاهلي قادر انه يدفع قيمة يعني شرط الجزائي بتاعه او فسخ العقد ويجيبه هو زين الدين بالايد اه لعب متميز جدا وانا بقول لك دايما لما بجأسكر من افضل مدافعين في افريقيا فبقول افضل اتنين مدافعين في افريقيا رقم واحد من ازمار محمد عبد المنعم رقم اتنين زين الدين بالايد فهو لعب متميز جدا 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 وهيبقى مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي انه يلعب جميع محمد عبد المنعم ولكن اه يمكن فيه كلام ان محمد عبد المنعم عايز يمشي مش عايز يمشي الخطر هو مش عايز الاهلي او عايز يمشي الخطر هو عايز ياخد تجربة الاحتراف برا ويجرب انه هو يحترف ويشوف نفسه الموضوع هيبقى عامل ازاي في الاحتراف وده حلمه من زمان انه هو يلعب في اوروبا والاهلي كده كده مش هيقف قدامه ولا كابتن محمود الخطيبة هيقف قدامه وقالوله لو جاء عرض مناسب ليك كلاعب داخل النادي الاهلي بفلوس كويسة مش هنقول لك لا وهنوافق على طول بس اهم حاجة يكون العرض مناسب زين الدين بالعيد لعب جزائري عند 24 سنة طوله 187 سنتي بيلعب مركز الدفاع وامتل التسويقية تسعمية وخمسة الف يورو قول مليون يورو فالاهلي لي اما مليون يورو اما عمل شرطه الجزائر لو ستمية خمسة سبعين الف ونشوف زين الدين بالعيد في نادي الاهلي الكلام مش خواق على زين الدين بالعيد ولكن اتمنى اشوف زين الدين بالعيد في مصر في الدور المصري مدافع قولاتي عالي جدا قبل ما يروح اوروبا ولعب صغير في السن ويفيد النادي الاهلي كان فيه كلام قبل كده على ان الاهلي يجيبه كلام بدأ يرجع تاني من وجهة نظر اعتقد فاتمنى يرجع بقوة ويجي اهلي يجي بيراميدز كل اللاعبة دي يا جماعة متميزة جدا وبتتابع من مكتشفين مواهب عالميين فدول هيدوا ثقل برضو هيزودوا من الفرقة اللي بيلعبوا فيها اكيد الاهلي مش مستني حد يجي زوده ولكن قصدي هيزود فرص المتابعة وكشفين المواهب ليه والبقية اللاعبة اللي حواليه فده يتبقى مكسب في الاخر وهيعلق كوانتي برضو اللي موجود كلعيبة في الدور المصري طيب خبر كده طلع ما اعتقدش ان هو صح قال لك علي معلول يرفض انتخال لبيراميدز بيراميدز ما عرضش على علي معلوله اصلا ولا علي معلول هيفكر ان يروح لأي ناديك مصر غير الاهلي فخبر فنكوش ماروش اي لازم حد كان من ازل له كده من اصلاح الوحاد كان مع اخوكم صداق عمرو عاطف من قناة صبح الزحب الكروش ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم